الخطاب الديني العديد من رجال الازهر اللي كانوا موجودين ورجال الدين الاسلامي اللي كانوا موجودين في هذا الاحتفال وطلبهم بالثورة على النفس وانهم يغيروا من شكل الخطاب الديني ويستغنوا او يحاولوا التخلص من الخطاب الديني المتشدد الخطاب الديني الذي الافكار البالية اللي ممكن البعض بيستغل لها يعني بنشوف النتائج المؤسفة اللي بنشوفها حاليا من تطرف ومن ارهاب بالأسف ودعوة للناس انها ترى الدين الاسلامي بشكله الحقيقي بشكله السمح الحقيقة موضوع مهم جدا متصدي للطائرات المتطرفة بشكل عام مرحب بحضرتك بسبعة خير يمكن ان بدأت خطاب الخطاب يوجه الرئيس السيسي no hot احتفال بالمولد النبوي الشريف ايه كان دعوة تدعوة لكل رجال الدين بالثورة لك 변か مرحبه وضع قد دعوة للطروس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البداية هي مش أول مرة الرئيس يشير إلى مسألة تجديد الخطاب الديني هو يمكن في الخطاب الأول لوف في أصر حداء الأوبة كان أكتر من ربع خطاب بيتكلم على مسألة ضرورة تطوير وتصويب الخطاب الديني الأمر الثاني أن مصر كانت خارجة من مرحلة طيار كان يسمي نفسه أو سمي بطيار الإسلام السياسي فكان في مسألة فترة نقاها وإن كنا نصحها أن نسميها في مسألة استغلال المنابر الدعوية كمنابر سياسية يعني هذا الطيار للأسف الشريط جدا جعل المنابر الدعوية هناك جزء كبير جدا منها هو جزء توجيه لأغراض سياسية للوصول إلى السلطة ودعيني وأؤكد الإسلام هو دين حياة ودين حافظ على الحياة ولكن قضية استخدامه في الوصول إلى السلطة هي قضية في غاية الخطورة وقضية أن توصف جماعة وأن توصف مجموعة بأنها هي الإسلام فإذا أخطأت أخطأ الإسلام وإذا أحسنت أحسن الإسلام هذه أمر أثبت بشكل عملي ولا يدعم جلل الشك أنه أمر كارثي على الدعوة الإسلامية وأمر كارثي على المجتمعات وأمر كارثي على الدول التي تنمو فيها مثل هذه الطيارات للأمانة الشديدة الذي حد ووقف في انتشار وتغلغل هذه الجماعات منذ 1912 ووصولا إلى الآن هو الأظهر الشريف هو ثقة المواطن المصري وأن هناك رجوعا إلى مؤسسة الأظهر الشريف في القضايا التي تتعلق بالشأن الديني وليس رجوعا إلى مثل هذه الجماعات طيب وصولا إلى 30 يونيو بعد 30 يونيو هل استغلت أو استغلت هذا الوقوف والاستفاف الوطني خلف مؤسسة الأظهر الشريف بأن الناس تريدها قبل حتى المسؤولين السياسيين وقبل حتى الرئيس الجماهير الشعب أرادت أن يعود الأظهر مرة أخرى ليأخذ هو بزمام الدعوة وبزمام التصويب الديني وبوصول الخطاب الإسلام المعتدل وبالواجه المشرق للإسلام ليس فقط إلى المصريين الموجودين في النجوع وفي القرى وفي المراكز ولكن حتى وصولا إلى المجتمعات الغير مسلمة ووصولا إلى حتى المجتمعات المسلمة في الخارج كان هناك شكلا عاما يعني نحن كنا ننزل مثلا في 30 يونيو نحن والإخوة الأقباط كنا بننزل مع بعض في المسيرات فكانت هذه المطالب التي طلبتها الناس الناس كانت تطلب أن يعود الأظهر مرة أخرى وأن يقوم هو بمسألة الفتوى والإفتاء والرأي الشرعي كل ده جميل وأنا مش عايزة أقطع حضرتك بس مش عايزة أبعد إلى حد ما عن الموضوع علشان الوقت يعني أقدر أستفيد منه أكتر قدر ممكن الأظهر بمنتهى الوضوح هل نجح هذا الطيار اللي حضرتك بتشير إليه إلى اختراق الأظهر بشكل كبير؟ هذا الطيار نجح بامتياز ليس فقط على مستوى الاختراق الأشخاص وبالمناسبة ليست المعركة الحقيقية وده أمر أنا دائما وأبدا أؤكد عليه المعركة الحقيقية ليست بمسألة مراجعة الأظهر لمناهجه هو القضية الحقيقية هي مراجعة الأظهر للمناهج الدخيلة المتشددة والمتطرفة التي دخلت للأظهر عن طريق أساتذة عملوا بأحد الدول وببعض الدول وكانوا يدرسون في هذه الدول أفكار هذه الدول وهذه التنظيمات ثم عندما عادوا إلى الأظهر عادوا بنفس هذه الأفكار وغرسوا هذه الأفكار داخل الجامعة لذلك مسألة تنقية منهج الأظهر من هذه الأفكار ليست فقط مسألة الأشخاص وإذا أردت أن أتحدث على الأشخاص أنا أتحدث عن في فترة دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن أكتر من أربع تلاف معيد عيونه من إجمالي 6330 معيد أتحدث عن وزارة الأوقاف في عودة الجماعات أتحدث عن مسألة 3000 إمام وخطيب عيونه في أيام وزير الأوقاف إخواني أه بس إحنا كده بنخلي الموضوع لأ إحنا بنشخصنا في نوم الشخصانة أنا ما يهمنيش الأفراد خالص أنا بتحدث عن الفكرة أنا بتحدث عن المناهج حضرتك شايف أن المناهج الأظهر تحتاج إلى تنقيح بشكل كبير ومش مشكلة من الغيارة لكن أنا عندي النتيجة النهائية هل المناهج تحتاج للتنقيح ومن سيقوم بهذا صحيح المناهج اللي برضو أعوضح لحضرتك يمكن الرئيس في خطابه أصل أمر مهم جدا وهي فكرة التجديد وفكرة التطوير هي فكرة موجودة في داخل الدع يعني كما هو أشار لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل مأتي من الزمان يرسل الله لهذه الأمة حتى أن العلماء نفسهم بتوع الأظهر العلماء الأدامي اللي عملوا الأظهر حضرتك بتلاقي في الكتب بتاعت الأظهر المتن وبعدين بتلاقي شرح على المتن وبعدين بتلاقي حشية وبعدين شرح للحشية يعني باختلاف العصور لا بد أن تتحرر وأن تتطور اللغة التي يخاطب بيها العالم الإسلامي الآخر بل بالعكس حتى كان في بعض العلماء لهم أراء افتراضية يعني حتى مسألة الافتراض للمستقبل أننا لا بد أن نتعامل على المستقبل وكذا وكذا يعني مثلا تنظر إلى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه عندما يتحدث عن مسألة القبلة في الهواء وكان لم يخترع عند الإمام أبو حنيفة الطيران فحتى كمان كان الأراء الفقهية لها أنا اعترفت وقلت أكثر من مرة ليس وفقط الآن نحن نعيش عالة نحن نعيش عالة على علماء القرن العاشر الهجري الإنتاج العصري الحديث اللغة التي تصل إلى الناس الحديثة والعصرية والتي ترتبط بالواقع أعتقد أننا توقفنا كثيرا جدا وتراجعنا كثيرا أسباب التوقف السبب الأول السبب الأول أن الأظهر كان هناك تدخلا واضحا وسافرا لمدة تعدت أكثر من أربعين سنة يمكن الشيء الوحيد اللي أجمع عليه الرؤساء الثلاثة في إضعافه الرئيس عبد الناصر في مسألة أغز الأوقاف وزيادة عبء الأظهر بالكليات العلمية والمستحدثة كان في وقتها الهدف نبيل جدا أن الأظهر يبقى فيه كليات حديثة وكده ولكن زالت عبءا على عبء الأظهر لما جاء الرئيس السادات وعودت الجماعات مرة أخرى في ظهور الجماعات إلى المشهد مرة أخرى وكانت تترك جماعة الأظهر لمثل هذه الجماعات وإذا أردت أن أتحدث في وقت وليس أدل على ذلك من 2006 ومشهد ميليشيات الإخوان المسلمين اللي كان موجود في جامعة الأظهر ثم وصولا إلى الاتفاق المبرم بين النظام مبارك وبين الجماعات الإسلام السياسي أن يفعلوا أي شيء بالنسبة لما يتعلق في الملف الديني ولكن اتركوني أنا بعيدا عن هذا الملف الديني فكان هناك تركة لهذه المؤسسة نضف إلى ذلك مسألة إفقار عمدي لهذه المؤسسة إفقارا كان هناك أوقاف موقوفة لهذه المؤسسة للإنفاق عليها لأن حضرتك أنا بسألك وبسأل كل أستاذ المشاهدين من هو العالم في العالم اللي ممكن أنه ينتشر ويبقى له وجود من غير أن يكون له جانب مالي ولا عالم من المفروض أن تكون هناك رعاية مالية واضحة من الدولة ومن المؤسسات لذلك أتت فكرة وقف الأوقاف على علماء الإسلام لتفرغ هذا العالم إلى مسألة الدعوة كان هناك عزل تام لداخل صور الأزهر عن قضايا المجتمع لسيطرة هذه الجماعات داخل جماعة الأزهر الشريف أعتقد أن دعوة الرئيس ما يضف الآن إلى دعوة الرئيس وأنا بأؤكد عليها وتدخل الرئيس حتى في مسألة المنهج والفكر نفسه أعتقد أنها مبادرة جادة جدا وهذا كان حلم يراود كل الأزهريين أن تكون هناك دولة تقف في مسألة عودة الأزهر مرة أخرى بفكره الوسطي والمعتدد الذي يصدر هذا الواجه المشق للإسلام إلى كل العالم كل ده كويس لكن حضرتك من خريجي الأزهر وبالفعل بتدرس في جماعة الأزهر بصراحة حديك شايف أن الموجودين حاليا سواء بقى ما كان معرفش أساني نقدر نقول صدرهم بيتسع للنقط عندهم استعداد بالفعل للتغيير أو فعلا لتطبيق هذه الدعوة أو لاستقبال دعوة الرئيس بالثورة على أنفسهم في استبعاد الأفكار المتشددة أنا بيكلم حضرك بصراحة الحقيقة أنا استقبلت هنا العديد من الشيخ الأزهر لكن أول ما كنا بنيجي نحو المناهج نحو أي شيء ممكن يختلف عليه كان بيبقى الموضوع صعب يبقى رد الفعل دائما عنيف زي إيه حضرتك؟ فأي حاجة زي موضوع المناهج يعني زي موضوع المناهج وحداك شاهدته كان على شاشات دريم مع الأستاذ زؤال براشي وشوفنا الحديث نفسه تحول أنا مش بتكلم في إن هو كان صح والغلط لكن أنا بتكلم حتى في أسلوب حديث الأزهريين سويا كان الرد والجزج وكده ما كانش أسلوب لائق بمكانة الأزهر بس أنا أقول لحضرتك الحاجة هو كل شخص هو يتحمل هو أسلوبه هو يعني الشخص هو اللي بتحمل لن أحمل تاريخا ومؤسسة بحجم مؤسسة الأزهر الشريف للتأكيد أبدا مسألة أن يبقى في شخص منحرف من هنا أو من هناك أو مسألة الأفكار والكلام ده كله ولكن أنا بأؤكد لحضرتك مسألة أننا يضيق صدري بالنقد هذا أمر غير الوطن نحن نعترف أنا بقول لحضرتك الحقيقة الواقع الموجود حضرتك سألتني في بداية الكلام أن هناك تغيرا في المناهج أنا قلت لحضرتك هناك مناهج دخيلة ليست هي مناهج الأزهر الشريف أساسا بالأساس القائمة على وحدة العقل مع احترام العقل تحترم العقل وتحترم النص التي تنظر إلى الدين الإسلام الدين الإسلام ليس فكرة ليس هو مثلا زي الاشتراكية أو الرأس مارية الدين الإسلامي له ثوابت له قرآن وسنة وبعد كده الأفكار التي تأتي في الفقه وتأتي من وجه التنظر العلماء بالصبت القرآن والسنة هي الثوابت ولكن ما دون ذلك كلها أفكار قابلة للأخذ مش أنا ولا حضرتك هذا الكلام يقوله الإمام مالك رضي الله عنه وإرضاه المتوفى منذ أكثر من 1300 عام قال كل إنسان يؤخذ عنه ويرضي إلا صاحب هذا القبر في إشارة إلى رسول الله سأسلم قاله الإمام الشفعي رضي الله عنه وإرضاه عندما قال أن رأي خطأ ونحتمل الصواب ورأي غير الصواب ونحتمل الخطأ أما ليه يما حد بيجي نحو أمهات الكتب دي أه تحليل دي اللي كاتبها أي مكان بني آدم احنا لسه كنا بنقول سواء يعني كل يؤخذ ويعني يؤخذ عليه لكن طبعا سيد أما عادة صاحب هذا القبر سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام يبقى ليه يما أي حد بيجي بأي نقد سواء مكان أو أي نوع من الاختلاف على طول بتطلع اتهامات يعني لا أولاها والآخر أولا مهاجمة الأزهر إسقاط هذه المؤسسة العظيمة طبعا إحنا ضد المهاجمة الأزهر ولا إسقاطها لأن هذه مؤسسة عريقة وهي دي المؤسسة الأساسية للدين الإسلامي على جميع في جميع الحالات آه بالضبط لكن لازم يكون فيه أخذ ورد لازم تخرج على طول الاتهامات بقى هذا كافر هذا مش عفمين هذا خرج عن الدين هذا نوع من الشك في العقيدة مسألة كافر مسألة أن خرجت على لسان وده أمر أنا متأكد منه مسألة التكفير أن حد يوصل حد لموضوع التكفير ومسألة افتراض سوق النواية والكلام ده كله أنا بقول لحضرتك وبأؤكد لحضرتك حتى منهج الأزهر نفسه ومنهجيته ترفض هذا الموضوع وليست المشكلة وليست القضية في منهجيته أنا أتحدث عن منهجية بقول لحضرتك من الناحية المنهجية تقوم في عقيداتها على الدليل العقلي مع الدليل النقلي تقوم على الأفكار الوسطية تؤمن بالتعددية عندما تأخذ بالمذهب والمذهب الآخر تقوم على التوضيح على التوصيل حضرتك على فكرة فيه علم في الحديث اللي هو علم الدخيل يعني بيطلع من كتب الحديث الدخيلة اللي دخلت على الكتب بقول لحضرتك زي ما قلت لحضرتك كده العالم بيبقى عنده متن وبعدين يبقى فيه شرح على المتن وفيه حشيه على المتن وفيه شروح احنا المشكلة ان احنا توقفنا في مسألة هذه الشروح ان احنا نتكلم بلغة نتواصل مع الناس بلغة عصرية حديثة ما يحتاج لثورة حقيقية مسألة الأليات الوسائل الوسائل اللي احنا لسه بنتكلم في ان انا اطلعت شنك واعمل صوتي لا من المفروض ان انا اتواصل مع الناس بأسالبهم ان انا اصل الى الناس بالطرق بتاعتهم يعني انا حضرتك انا استشد لحضرتك بحاجة رسيتة جدا ويمكن حضرتك استشدتك في اول كلام حاجة واقعية حدثت دلوقتي اللي هو حدث للصحيفة الفرنسية مفيش في الموضوع ده ولكن الاسلام وليس الدم حتى البشر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي دخلت النارة في هرة حبست مش بشر مش ازهاق روح بشر والاسلام الرجل الجنة في كلب انسقاه في الكلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد راتبا اجرة مش مسألة ازهاق الروح لكن هل احنا عملنا كل ما علينا بالنسبة للأساليب الحديثة لا ما عملنا شيئا علينا بالأساليب الحديثة هل ما فعلته الصحيفة هل هذا تعبيرا عن الرأي انا مش اتكلم عن الاسلام وماذا قال الاسلام وماذا قال نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم لا انا اتكلم عن المساق العالمي لحقوق الانسان والحقوق السياسية للامم المتحدة شوف يا حضر في حض على الكراهية ليس من موضوع التعبير عن الرأي ده في حض على الكراهية فيه اصدراء الأديان فيه تمييز ديني وتمييز عنصري بين الناس لا بد أن يكون هناك تحركا بالمناسبة سيبنا من الجعجعات وإن احنا نطلع ببيانات إدانة وإن احنا نطلع نقول الكلام ده كذلك لا بد أن يكون هناك تحركا قانونيا من حق الدول ومن حق المنظمات زي منظمة المؤتمر الإسلامي ومن حق الدول زي دولة إسلامية زي مصر أو أي دولة من التلاتة وستين دولة أنها تطلب التوضيح من الأمم المتحدة تطلع ببيان ومن حقها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لأن هذا إخلالا وبالمناسبة هذا المساخ كل هذه الدول وقعت على هذا المساخ لا بد وبالمناسبة التحرك في هذا الأمر بيقطع الباب على المتشددين لأن لما تبقى الدول واخدى مواقف طبقا للمواسيق وطبقا للقنوات الشرعية للدول المتشددين اللي لما يجوا يكلموا الأفكار بتاعة أولادنا يقول لهم لا أدى الدولة عملت كذا وكذا وكذا فبيقطع الباب بالنسبة للمتشددين مسألة إظهار الإسلام بالواجه الحضاري وبالواجه المشرق للإسلام يحتاج مراجعة من الدول إزاي دول تلاتة وستين دولة يملكون أكثر من نص الصروات الطبيعية في العالم اللي هي الدول الإسلامية ولا يساهمون أبدا في الحضارة الإنسانية التي نعيشوها مساهمتهم في الحضارة الإنسانية أمر ضئيل جدا لابد أنه راجع أنفسنا ليس وفقا على مستوى الخطاب ولكن لكل المستويات أنا بتكلم على مثلا تصريح الأزهر حول داعش حدك شايف تصريح لأن ده طبعا حدك شفت يعني أنا مش هذكر لكن كان في حرب بعد إعلان أو يعني أن الأزهر رفض تكفير داعش ليه؟ لا هو بقى الكل كان بيتساءل أنا أصلا من وجهة نظري في منطقة أساسا أساسا أقدر لكم ما هو الإخراج هو مش بقى معك لكن هو يقول للناس لا ده مش إسلام هقول لحضرتك فضل حضرتك اللي حصل الموقف بتاع البيان ده اللي حصل فيه إن فيه أحد مفتي نيجيريا كان موجود في المؤتمر اللي كان بيقيمه الأزهر اللي هو مؤتمر الإرهاب وتحدث هذا الرجل في الجلسة عن مسألة عن هؤلاء كفار وجهة نظره وهو أسند وجهة نظره ديت لأحاديث المسلم من سلم المسلم وأفرض أحاديثا كثير وهو حتى لو أنا مختلف مع هذا الرجل في الرأي فهو قال رأيا مسألة التعليق على أن فيه واحد مشارك في مؤتمر فأنا أطلع بأنا أكلمك على مسألة خروج البيان من الأساس مسألة بقى إن أنا أطلع أتكلم عن مسألة إن هو قلبه مطمئن بالإيمان أو قلبه ما إحنا لسه قلت لحضرتك من شوية أن مسألة وصول تلويس بعض الأفكار اللي في الأزهر أنا اعترفت قلت لك إن هناك أفكار وجود بعض الأشخاص كمان بزواتهم يبقوا موجودين قريبين من هذا القرار هو أمر في غاية الخطورة أمر يحتاج إلى النظر فيه مرة أخرى الظروف التي صدر فيها التعديل بتاع قانون الأزهر وتكونت على إسره هيئة كبار العلماء ووجود بعض المسؤولين بيها أمر محتاج إلى المراجعة مرة أخرى وليس عيبا أبدا إن أنا أراجع نفسي وليس عيبا أبدا إن أنا أعترف بالخطأ أنا أسأل حضرتك بصراحة أنا مش أسأل دلوقتي هل كان يخرج البيان أم لا هو خرج خلاص مش مشكلة خرج ليه مع إنه من الواجب على فكرة أنه كان يخرج بيان عن أصل لكن أعيز أعرف رأي حضرتك وبصراحة هل حضرتك مع الرأي اللي خرج به هذا البيان إنه عدم الموافقة على تكفير داعش رغم كل ما يقوم به إنه بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي ولا الدين الإسلامي فيه مثل هذه الحقيقة أصلا فيه قواعد عامة لازم إحنا نرسيها في موضوع التكفير مفيش تكفير يعني مثلا حضرتك مجيش في إحنا بنرسي القواعد ديت عشان مش لداعش في الشكل العام في الوضع العام أنا مثلا ما أقدرش أجحكم على واحد بالكف ألا واحد بس يعني الحالة ويبقى معروضة عليها مش دار بالنسبة لداعش داعش دولة ليس لهم أساسا علاقة بالإسلام يعني قضيتهم ليس هذا تنظيم بعيدا هذا كويس حضرتك بقولون ليس لهم علاقة بالإسلام يعني هل دول مسلمين أنا بقول لحضرتك ليس لهم علاقة بالإسلام طيح الذي يستخدم العنف والقتل من غير الآن من غير مبرر اللي بيحكم النهاردة على الناس بالقتل وليه الأمر اللي هو القضاء وليه الأمر ساب الإمارة بتاعته دي في القضاء للقضاء والذي يحكم على الناس في هذه القضايا هو القضاء ده موضوع مفروض ما نرجعلوش زي ما نتكلمت لحضرتك دي لقاتي ما نرجعلوش بس في حالة حدوث استشهدت بالقواعد الدولية اللي بقت الناس متفحة عليها المفروض ما نرجعلوش عشان ده من البديهات خلاص بقى البديهات أيها بالضبط لكن لما يحدث عكس ذلك ونلاقي إن ده انتشر بشكل كبير وإن في ناس بالفعل بدأت تتأثر بذي الأفكار أطلق صح حلوم أفكار ونقول لهم لا يا جماعة اللي بيحصل من هذه الجماعة سواء ما كان حقول زي حضرتك ما قلت مش كل الجماعة على العموب لكن من يمتهن من يقوم طب لماذا لم يخرج البيان بهذا الشكل؟ صحيح هو كان من المفروض أن هو التوصيف اللي بيرتكب أفعال كذا من يقوم بقتل الناس بدون سبب وكذا وكذا فهذا خارجا عن حظيرة الإسلام كان من المفروض أعتقد أنه جانبه الصوت يعني مسألة عرض مسألة العرض بهذه الطريقة لأن كمان أنا حتى بالنسبة للألفاظ اللي بتوصل للناس لازم أو دقق في مسألة الألفاظ اللي توصل في مسألة الكفر أو الإيمان تكون ألفاظ خاطعة بالنسبة للناس يعني ما بقاش فيها إصارة أو توضيح فيما بعد لازم حتى لما تخرج عشان كده احنا مفروض نتوقف على مسألة الخروج الفردي مفروض الفتاوى التي تخرج في هذه الأمور تطلع من مجمع يعني يبقى أمر يطرح على مجمع علمي والمجمع العلمي يتم دراسة الموضوع من وجوه وبعدين بعد كده المجمع العلمي يطرح برضو ده مفروض أن موضوع أن احنا قطعنا فيه شرط كبير وأن احنا بنعلمه للناس مفروض ما ينفعش أبدا أننا أطلع أطلع بيان مثلا بيمثل عن فرد أو غيره من المفروض أن يبقى الرأي رأي مجمع فقه طيب نرجع تاني لموضوعنا الأساسي وهو تجديد خطاب الديني والثورة الدينية من المسؤول عنها الدعاء شيخ الأزهر أم الدولة المؤسستها كل اللي لحضرتك أسطيهم دولة مسؤولية ترتبهم المسؤولية الأولى تقع على العاملين بحقل الدعوة مسألة أنه هو يتواصله مع الناس لابد أن يتواصل مع الناس لابد أن يكون خطابه خطابا نابعا من المجتمع ويجتمل على قضايا المجتمع لابد أن يكون له دور اجتماعي مع الناس لازم يشارك الناس في أفرحها وفي أطرحها مسألة أنه علاقته بالناس تتوقف بس على خطبة الجمعة يوم الجمعة لازم لو هو لازم أسلوبه يصل إلى كل الناس لو هو مفيش منع أبدا أن هو يحس أن أسلوبه ما بيوصلش إلى كل الناس فالمعنى في المقام الأول هو من يقوم بالدعوة ومن يقوم بهم الدعوة المؤسسات الرسمية من المفروض أن تعيد هيكلتها مرة أخرى بشكل بصنع أليات تصل إلى الناس في النجع زي ما قلت لحضرتك وفي القرية بالأفراد يعني لازم أبقى متأكد أن المواطن العادي فيه إتاحة في مسألة أنه عايز إمامه معتمد يبقى موجود جنبه أبقى متيح للرجل البسيط ده أنه يلاقي الإمام جنبه لازم أطور الوسائل بتحتي الصورة الهائلة في المعرفة لازم أواكبها أنا كمان مش أواكبها بمسألة أن أنا أعمل موقع وأقول أن الناس هتتواصل بيه لأ لازم تبقى مواكبة حقية تتفاعل مع الناس تؤثر في الناس وتتأثر بالناس إيه المنع أبدا أن أنا يبقى عندي مرصد إيه أكتر كلمة الناس بتبحث عنها على الإنترنت لما يجي إيه المنع أن أنا أعمل مؤتمر سنوي في السنة كل الأبحاث التي عملت في السنة في العالم تيجي في المؤتمر ده في السنة ويبقى أنا عندي الأفكار المتقدمة جدا في السنة وكذلك في علوم الحديث وفي علوم القرآن وفي علوم القرآن وكذلك في الفقه إيه المنع ما عمدش أبدا ما ينفعش أبدا بمؤسسة في حجم مؤسستنا أكبر مؤسسة في العالم الإسلامي إنها تعمل مؤتمرات في المواسم يعني عشان أنا ما دلوقتي بعالج مشكلة للإرهاب فأعمل للإرهاب لا ما ينفعش أنا لازم يبقى فيه عندي قنوات بحسية دايما وزي ما قلت لحضراتك تبقى مرتبطة بأطر علمية زي ما يبقى فيه مرصد إيه أكتر قضية الناس سألت فيها في العالم إيه أكبر مصطلح إسلامي الناس بيتتم التدول به سواء كان باللغة العربية أو حتى باللغات الحية الأخرى لازم إن احنا نطور الأليات الجديدة اللي توصل للناس بي حضرتك لو عملت بحس النهاردة على جوجل على حديث من الأحاديث ولا في حديث هتلاقي مرجعه لمؤسسة الأزر الشريف أو في الكتب هتلاقي مش عارف وصححه مين في دولة إيه ولا مش عارف إيه لا أنا لابد إن أنا أواكب هذه المتغيرات لابد أيضا بالنسبة للدولة أن تنظر في مسألة حال الدعية والمدرس الأزهري من الناحية المالية لابد أن تشارك الدولة بشكل فاعل في مسألة إعادة الهيكلة الإدارية والهيكلة المالية مرة أخرى هناك أيضا دور مهم جدا للإعلام والمجتمع المدني لابد للإعلام والمجتمع المدني أن يعرف أن الأزهر ليس مؤسسة يعني أنا برضو سمعت من أحد مقدم البرامج لما يقول إن إحنا نلغي الأزهر ونعمل مؤسسة تانية لأن الموضوع مش عارف إيه على فكرة الأزهر ليس ملكا لمن يديروه وليس ملكا لمصر الأزهر في الحقيقة هو ملك لكل العالم الإسلامي أنا أتذكر قول عليه رحمة الله الملك فيصل لما بيقولوا له إحنا عملنا جامعة اسمها جامعة أم القرى في السعودية زي جامعة الأزهر قال لهم وكيف نشتري ألف عام؟ يعني ما فيش ناس تجي باستسهال كده تقوم جاية بايع تاريخها ومسألة تحقيقها وحفاظها على تراص الأمة الإسلامية خلينا نخرج عند هذه الجملة فاصل وكيف نشتري ألف عام مش مائد عام الحقيقة طبعا صعب جدا والأزهر مؤسسة عريقة جدا ويريد كل الناس تتفهم إن إحنا بنعمله إحنا مفيش أي نوع من الهجوم على الأزهر ولكن اللازم لابد من الوقوف مع النفس لابد من اتخاذ الخطوات الصحيحة علشان فعلا هذه المؤسسة تقوم بدورها الحقيقي إن إحنا ننشر الإسلام الحقيقي بصورته السمحة نواصل بعد فاصل برحب لحضراتكم مرة أخرى ومرة أخرى برحب بديفئة الكريم أهلا بحضرتك مرة ثانية ويمكن كنت في الفاصل بقول لحضراتك حضراتك طرحت مجموعة كبيرة جدا من الأفكار الجيدة جدا الحقيقة وتحتاج إلى من يرعاها ومن يتبنها عشان كده أعرف بقى دور الحركة الشعبية لحضراتك مؤسسها الدرق الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر في تنفيذ مثل هذه الأفكار وخرجها لنور والله إحنا بدأنا بعد ثورة 25 يناير وكان في مؤتمر في نقابة الصحفيين اللي هو مؤتمر تأسيس كان 23 2011 وإحنا حطينا محددات لأن للأسف الشديد بعد ثورة 25 يناير كان الجانب الشق الإسلام الحركي هو المتواصل مع مؤسسة المجتمع المدني مش الأزهر زي ما قلت لحضراتك كده الأزهر اتعامل عليه بلوك كده وتقفل عليه فكانت الناس فهمة أن اللي عنده رؤية إصلاحية في المؤسسات الدينية هي جماعة الإخوة المسلمين تحديدة الناس كانت فهمة فكان لازم ينشأ من الأزهريين ومن محب الأزهر حتى أنا اسم الحركة الشعبية الاستقلال الأزهر ده بالمناسبة كان الشيخ عبد الله الشرقاء وعلى رحمة الله أيام الحكام الفرنسي عمل الحركة الشعبية الاستقلال مصر فإحنا يمكن استلهمنا من نفس عودة مصر للأزهر وعودة الأزهر إلى مصر أن مسألة هذه الجماعة لا تملك لاروية إصلاحية ولا غيرها بالعكس ده وجود الأزهر بقوته وبانتشاره وبالأزهر اللي احنا كلنا بندور عليه الأزهر العصري والحديث واللي بيتبنى الوجه المشرق والأفكار المشرقة الإسلام ده ضد الأفكار اللي قامت عليها مثل هذه الجماعات يعني وجود الأزهر القوي يؤثر بالسلب على مثل هذه الجماعات وجود الأزهر القوي يعني ألا توجد هذه الجماعات وجود الأزهر القوي يعني ألا تمتلك هذه الجماعات قليات على الأرض للوصول إلى الناس يعني على الرغم من كل شيء وعلى الرغم من كل شيء كمين اللي هيخطف في المياه وعشر الجامع دول وأنا أحنا هنا نتحدث وأنا بكلمك كراجل عشت التجربة دي أنا في 30 يونيو اتصل بيها مستشار الرئيس وقال لي إحنا المنابر عبارة عن قزائف للهب لصورة 30 يونيو كمين اللي هيشيل الهم ده فإحنا في الحقيقة كان دورنا إن إحنا نتواصل مع المجتمع المدني في فكرة أن الأزهر له مدرسة مستقلة ليست تابعة بالعكس ده فهم الجماعات للإسلام هو فهم يحاربه الأزهر بالأساس يعني من المفروض اللي ينتمي إلى الجماعات ده ملوش علاقة بالأزهر الأزهر ملوش دعوة بالجماعات الأزهر يقوم على قيمة مهمة جدا ودي اللي حافظت على وجوده إلا الآن وهي قيمة التعددية يبقى موجود فيه واحد تبع مش عارف إيه ويبقى موجود فيه واحد تبع مذهب آخر لكن الأزهر في الأساس هو يضمن كل هذه الأفكار ويضمن هذه القيمة للتعددية عشان كده مش مستغرب أساسا في تاريخ الأزهر لما حضرتك تشوفي في تاريخ الحركة الوطنية المصرية اللي علم سعد الزغلول الشيخ علي عبد الرازق وإمام محمد الرازق الآن أتكلم بقى على دوره حاليا الدور بقى اللي إحنا بدأنا به الدور اللي إحنا بدأنا به طيب الأزهر كمان له أو يعني متحدث سألتنا عن الدور الأول اللي إحنا قمنا به طب من ضمن برضو الدور علشان إحنا وقتي بس أنا في حاجة مهمة برضو عايزة أسأل عليها لأن من ضمن المحاربين بشكل كبير جدا اللي بيشككوا في الأزهر بشكل كبير جدا بدءا من شيخ الأزهر طبعا يعني له كل الاحترام والتقدير إلى أصغر يعني أي حد في مؤسسة الأزهر أنا أصغر وعن لا طبعا الشيخ يوسف القراداوي يعني طول النهار والليل بنسمع فتاوى وبنسمع كلام لا يخرج عن لسان شيخ وبنسمع يعني كم من التشكيك في هؤلاء فإيه برضو من حضرتك أنا جيت في القناة تاعت حضرتك دي في أول مرة الشيخ يوسف القراداوي يطلع فيها على منبر الأزهر نحن ما انتحدثنا على أننا نحن كأزهريين ما انتحدثنا على أننا لا نقبل أن يصعد الشيخ يوسف القراداوي وأنا حضرتك ليلتها يعني قبل طلوع كان يوم الأربع قبل زي النهار دا قبل طلوع الشيخ يوسف القراداوي على المنبر أنا جيت في حلقة مع الأستاذ والأبراشي واتكلمت أننا ضد وكان كنا عاملين في هذا الوقت يعني منهدد باعتصام داخل الجامعة أننا ضد خروق صعود الشيخ يوسف القراداوي لأنه حتى لما صعد على منبر الأزهر ما صعدش باعتباره وضفاءة كبار علماء صعد باعتباره رئيس الاتحاد العالمي العلماء المسلمين اللي احنا ما نعرفهوهش فأنا كنت يعني أنا من الناس اللي طلعنا وقلنا إيه نحن الأزهرين اللي قابل الأفكار بتاعت جماعة الإخوان المسلمين زي عبد الرحمن البر وغير اللي كان بيطلع ضدهم نحن الذين واجعنا هذه الأفكار في الموضوع اللي حصل في المدينة الجامعية اللي حصل في المدينة الجامعية نحن الذين وقفنا ضد هذه الأفكار نحن كنا جزءا من الحركة الوطنية المصرية انتهبين الأمر قبل ثورة 30 ينو إننا هنقفل باب وزارة الأوقاف ونعتصم قدام باب وزارة الأوقاف لأننا لنريد هؤلاء الناس أن يصعدوا على المنابر مسألة الحركة المقاومة لهذه الجامعات كان جزءا منها الأزهريين حضرتك بتتكلمي على مسألة الفتاوى ومسألة هذا الموضوع في الحقيقة له علاقة بالموضوع الأساسي اللي احنا بنتكلم فيه في موضوع الخطاب تطوير أليات الخطاب إن الداعية والعالم يبقى المنابر تتعدد مش المنبر النهاردة بس يبقى المنبر اللي موجود في المسجد النهاردة كمان الإعلام بقى منبر لازم يبقى فيه قناة تتبنى أفكار الأزهر الشريف والدولة تعملها لازم مسألة رعاية العلماء والحركة العلمية الأزهر لابد أنه يقود في مصر وفي العالم الإسلامي حركة علمية كبيرة أنا أسف يعني في اللفظ مش الكلام البسيط السطحي لما يطلع الرئيس يتكلم الخطاب اللي قاله نطلع بيان بعدها بساعتين نقول إن احنا هنعمل كذا التطوير ده طبعا كلام عبسي لازم يبقى فيه دراسة مستفيدة الآليات بشكل ممسوك في الإيد أنا عارف أنا هعمل إيه وأوصل للناس في وقت قدي ولازم يبقى فيه جدول زمني في الوصول للناس والكلام ده هيتكلف إزاي مفيش وقت عنه وتصحيح المعلومات يعني حضرتك مش كل الناس يعني اسمح لي مش كل الناس إحنا كلنا مش علماء بالتأكيد إحنا كلنا كل واحد بيعرف عندينه قد كده يعني غير طبعا رجال الأزهر يعني أنا ملاقي واحد الاسم بتاع أو يعني التايتل بتاع أو ما شابه وصفه قالت رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبيخرج بفتوى فأنا طبعا ما عرفش إيه الاتحاد العالمي بس يعني هذا الاسم الكبير فطبعا بيأخذ مصداقية رهيبة عند البشطاء من الناس المفروض أعرف الناس إن دي حاجة مش صحيح يعني هذه المؤسسة ليست مؤسسة حقيقية يعني على الأقل أنزل المواطن البسيط علشان يعرف إن هذه الفتاوى فتاوى غير صحيحة رسي حضرتك دي مؤسسات سياسية طيب ما الناس تعرف ده بقى لازم الناس حضرتك شوفي في تاريخ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ده شوفي الدول الأوروبية بتعتبرهم أحد المنظمات حتى كمان اللي غير مرغوب فيها في التعامل الأزهر دوره دور علمي الأزهر دوره دور علمي الإسلام إحنا ما عندناش في الإسلام زي ديانات الأخرى راجل دين الإسلام في علم دين وعلم الدين ده لازم تتاح إليه فرص بحسية لازم تتاح إليه فرص متطورة لازم زي ما بقول لحضرتك العلماء اللي كانوا موجودين في القرونة القبل كده حتى مسألة العلوم في الإفتراض كانوا بيتكلموا فيها إحنا وقفنا عند مسألة إن الكلام اللي هو بيقوله دوت موجود وانا مسألة إعمال إن أنا أبدأ شارح بأسلوب وده السبب فيه الحقيقة السبب الحقيقي فيه إنه لابد من تنقية المناهج لازم تتعامل لجنة صلاحية العشر سنين الأخيرة الناس اللي راحت دول الخليج على فكرة اللي راح بيدرس وهابي رجع بيقول برضو الأفكار الأفكار الأباضية اللي رجع أباضي رجع بيقول الأفكار الأباضية لازم ت والمؤلفات واللي هو طلع في برامج تلفزيونية لو إحنا عايزين نتكلم على مبادرة حقيقية وإن إحنا نستغل الدفعة إنه يبقى فيه عندي رئيس جمهورية مؤمن بمسألة عودة الأزهر مرة أخرى والكل بيدفع في مسألة عودة الأزهر إنه ويمسك ناصيات الخطاب مرة أخرى لازم نعالج مشاكلنا بمنطقة الصراحة ما ينفعش أبداً ندفل راستنا في الرامل ونقول إن كل حاجة زي تمام وإن إحنا طلعنا بيانات إن إحنا طيب بالنسبة الخليج الشيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب حيزور بغداد قريب يا طرى إيه أسباب هذه الزيارة إيه مردودها المفروض حيحدث خلال هذه الزيارة يعني يمكن زيارة حوليها إلى حد ما كده على ما تستفعل لا ولا فيه بص أنا أقول حضرتك الحال إحنا مدرسة منفتحة على كل المدارس يعني مسألة إن هو فضيلة الإمام الأكبر ومحدش في مصر ولا في العالم الإسلامي كله برضو في الأربع سنين فات وزاد على الموقف الوطني لفضيلة الإمام بالتأكيد يعني ثلاثة سبعة كان أكبر شاهد على كده مسألة إننا إن يبقى فيه حوار إسلامي إسلامي مثلا بين السنة أو مثلا ده أمر إحنا بالنسبة لنا لا نتهرب أبدا من الحوار يعني هو هيكون فيه حوار هناك ما بين مثلا السنة والوشيعة ولا حتكون يعني وما هو المينع أنا بقول لحضرتك وما هو المينع ما عندناش مينع بسأل هي شكل زيارة حتكون إيه لو عند حضرتك آه خلفية لا لا أنا بقول لحضرتك أنا باتكلم على الفكرة بتاعت يعني إن المسألة بتاعت إننا الحرج كان شيخ الشعراء والله رحمه والله رحمة الله ربنا يا رحمه كان له كلمة جميلة أول يقول الندل لعوزة الندل لعوزة فيقولوله في إيه عم الشيخ يقولوله في حاجة عزيزة واحد ندل يعني وكان سيدنا حزيفة نفس المثل ده كان سيدنا حزيفة بن اليمان الناس تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فيقول له الناس بتسأل النبي على الخير وانت بتسأل الشر فقال مخافة أن أقع فيه عشان ما يقعش في الشر يسأل عن الشر مخافة أن أقع لازم نتعامل مع العالم بشكل منفتح مش بس في الكلام ولا الكلام دو لازم نقبل شوفي يا حضرتك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر شوفي الناس اللي راحت تقتل وبتعبر عن غضبها بالقتل الرجل يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويمسك النبي من مجمع سيابه وهو يهودي والنبي صلى الله عليه وسلم وقف وسط الصحابة ويظهر أثر الصوف في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر يزع في الرجل اليهود فالراجل يقع مخشيا عليه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر معلمة إحنا إزاي بأسلوب مع الآخر يقول له يا عمر انصح اليهودي وكان بيشتم النبي يقول له يا بني عبد المنافي قوم مطلوم في أداة الحقوق يقول له يا عمر انصح اليهودي بحسن المطالبة وانصحني بحسن الأداء يا عمر أعطي اليهودية حقها وحقها ما أفزعتها ده النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل منظر تاني النبي صلى الله عليه وسلم يروح له شاب في عينه الشر بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يأذله في الزنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من الرسول أنه هو يرخص له في الزنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أخرج برة ولازم تعلقه على الباب ده راجل جاي ويخرج الفضيلة لا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل قال أترضاه لأمك وبعدين أترضاه لأختي حتى الشاب نفسه يتكلم إنه لما خرج من بيني رسولي الله قال كان بقت أبغض حاجة عندي إن أنا أعمل هزي الجريم ده ده النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده الرسالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم دائما و أبدا إنه إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يجيله الدعوة كان عنده أخلاق الإسلام لو إحنا عندنا مليار و ستو مليون في العالم مفيشizing 30 مليون اللي بالفتح لكن مليار و 300 مليون بتعامل الإسلام بمعاملة الإسلام فالنبي قعد 40 سنة قبل مجيله الرسالة بالأخلاق عشان كده لما جيف الكفار استشهد بأخلاقه قبل مجيله الرسالة قال لهم هل عهدتوا عليك كذبا قط فقالوا له ما عهدناك إلا صادقا أمينا ده بيقولوله للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الإسلام فأنا رسالتي ورسالاتهنا جميعا عايزين نركز في النموذج نركز في الأخلاق نركز في مشاركتنا في البناء الحضاري للعالم ومش عارب بنعمل إيه في الآخر لو نتحرك بقى ونتحرك نبطل بقى شوية من البيانات ونبتدي نتحرك بخطوات إيجابية زي ما حضركك قلت محتاجين يعني نوع يعني خطوات معينة ونبتدي التحرك وليس البيانات جزيل الشكر الأستاذ عبدالغاني قال لهم دي مؤسس الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر حضرك قفتنا إفادة كثيرة وشكرا للتساع صدرك وكمان شكرا طبعا لحضرتك زي ما قلنا كده يعني بالخطأ بس يعني قلت حاجات من ما يمكن صعب قوي نحن نسمح من أي رجل ربنا جزيل الشكر